النهاردة هنتكلم في حلقتي ثانية واحدة يا ترى مين اللي بيتصل بي ده؟ وقت الغريب اللي أنا بصور فيه دلوقتي الحلقة المشكلة أن أنا مش منازل أي تطبيقات عشان أعرف بيها الأرقام اللي بتتصل بي إذا كان الرقم ده غير مرغوب فيه معاكسات يعني؟ أو شركة بتتصل بي زي شركات الاتصالات اللي بتتصل بيها كل يوم عشان تقدمي عدو تعرف بقى أنفتليفونك الأندرويد فيه خاصية زي الخاصية اللي موجودة في الترو كولر والتطبيقات اللي بتتظهر لك الأرقام اللي غير مرغوب فيها وتقدر تفعلها بخطوتين بس واللي هنتستخدمه هنا هو تطبيق اتصال جوجل اللي بقى دلوقتي موجود على كل أجهزة الأندرويد أغلبها يعني واللي بعد ما بتدخل على تطبيق الاتصال بتاعك وبتفتح القائمة اللي موجودة فوق بتلاقي الإعدادات ومن الإعدادات هتلاقي أول خيار هنا اظهار رقم المتصل والأرقام غير المرغوبة واللي منه هنا هتفعل الخيار ده الاطلاع على رقم المتصل والأرقام غير المرغوب فيها وده عشان يظهر لك إذا كان الرقم اللي بيتصل بيك ده رقم شركة بتعملك إعلانات أو تعاية أو الرقم ده متبلغ عنه من مستخدمين تاني لتطبيق جوجل واللي بيتم عن طريق مستخدمين تانيين بلغوا عن نفس الأرقام دي إنها غير مرغوب فيها ان انت بتعلق ايدك على الرقم اللي اتصل بيك قبل كده وبتعمله حظر وإبلاغ عن رقم غير مرغوب فيه عشان تساهم انت كمان في إضافة الرقم ده للأرقام غير مرغوب فيها وبدورها جوجل بتاخد البيانات دي اللي انت رفعها بالفعل على حساب جوجل بتاعك وبتحدد أن الرقم ده غير مرغوب فيه فلما يتصل بحد التاني بتبلغ أن الرقم ده اتبلغ عنه قبل كده إنه غير مرغوب فيه واللي بالانجليزي معروف أنه ما تتساش بقى تشوف الحلقة اللي موجودة هنا لو عندك أرقام متكررة كتير في تلفونك سواء كان حد متسجل كذا مرة أو رقم موجود بكذا إزاي تدمج الأرقام دي وتنظفها مع بعض كده هو لكشة واحدة بدغطة واحدة شوف الحلقة اللي موجودة هنا